برنامج فلسطين هذا الصباح كلنا يعلم أهمية القطاع الزراعي في الصيد تحديدا في المحافظات الجنوبية نظرا لأنها مدينة ساحلية تعتمد بشكل أساسي ونسبة كبيرة منها على قطاع الصيد هذا القطاع الذي تحارب إسرائيل على مدار سنوات طويلة من خلال مجموعة من الانتهاكات التي يتعرض لها الصياد الفلسطيني من خلال ممارسات تتعلق بعمليات الاعتقال وإطلاق النار ومصادرة المراكب ومنع إدخال الكثير من المعدات المتعلقة بمهنة الصيد في المحافظات الجنوبية هذا الأمر الذي راكم مجموعة من الأزمات التي يعاني منها الصياد الفلسطيني في هذا اليوم مع محاولات حثيثة لمعاودة إنعاش هذا القطاع للحديث أكثر حول هذه الانتهاكات وواقع الصيد والصيادين في المحافظات الجنوبية يسعدني أن أرحب معي الأستاذ زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في المحافظات الجنوبية يسعد صباحا يسعد صباحا كهلا وسهلا يعني آخر انتهاك وآخر تحديث لعمليات الانتهاكات هي كانت هذا اليوم بعملية إطلاق نار على مراكب الصيادين داخل عرض البحر وإصابة أحد الصيادين تحدث في تفاصيل هذا الحدث ثم ننتقل إلى موضوع الانتهاكات المتكررة على مدار سنوات طويلة يعني قبل ساعة من الآن هاجمت زوارق الاحتلال الحربية قاربي صيد كان يعملان غرب منطقة السودانية تحديدا بالأعيرة الرشاشة والمطاطية نتج عن هذا الاعتداء وعمليات الملاحقة التي قامت فيها الزوارق السريعة والكبيرة إصابة الصياد إياد كسكين بعيار مطاطي بالجنب بالإضافة إلى إصابة محركين القاربين الذين كانوا يعملان في تلك المنطقة وأصيب المحركين بعدد من الأعيرة المطاطية لم تسجل أضرار لكن إصابة بليغة حصلت لمحركات القوارب ويبدو بشكل أكيد أن الاحتلال يستهدف أيضا كما المحركات مراكب الصيادين كما يستهدف الصياد نفسه نحن نتحدث عن إصابة واستهداف للصيادين داخل عرض البحر في المسافات المحددة للصياد بالوصول إليها هو لا ينتهك المساحات التي تحددها إسرائيل رغم أنها أيضا ليس من حقها أن تحدد هذه المساحات ولكن هذه إسرائيل وهذه سياستها فيما يتعلق بموضوع الصيد نتحدث عن المسافة المحددة للصياد الفلسطيني بالولوج إليها هذه اللحظة وأيضا عن عمليات الانتهاكة التي تمارس داخل هذه الحدود المسموح فيها يعني بشكل عام القانون الدولي يتحدث وبشكل واضح باتفاقية عام 1982 من حق الدول الاستفادة الاقتصادية الخالصة من حدودها البحرية حتى 200 ميل بحر إلا أن الاحتلال وعلى الورق يتحدث عن مساحات صيد وفي بعض الأحيان يروج لها عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية بأنه قدم تسهيلات لصيادين تحدث الاحتلال عن 15 ميل بحر من مدينة غزة وحتى مدينة رفاح من مدينة غزة وحتى شمال قطاع غزة ستة أميال بحرية لكن ما أؤكده بأن ما يمتلك الصياد الفلسطيني في قطاع غزة هو صفر ميل نتيجة لعمليات الملاحقة والمطاردة اليومية التي تقوم فيها زوارة الاحتلال الحربية والمنتشرة بشكل كثيف في البحر الفلسطيني في قطاع غزة والتي تقوم بشكل يومي بعمليات إطلاق النار واستهداف الصيادين ومراكبهم أرقام صادمة ومرعبة بهذا الجانب العام الماضي الاحتلال اعتقل 64 صياد صادر 24 قارب بالإضافة إلى إصابة 24 صياد وتدمير 19 مركب إذن الاحتلال يحاول وبكل الوسائل التدمير الممنهج لقطاع الصيد نحن نتحدث عن أكثر من 17 عام هي عمر الحصار البحري والتلاعب بالمساحات البحرية وتضليل الرأي العام الدولي بأنه يقوم بتقديم تسهيلات لصادي إذن نحن أمام ثلاث أشكال من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق الصيدين عمليات الملاحقة والمطاردة وما ينتج عنها من عمليات قتل واعتقال وإصابة وتدمير مراكب بالإضافة إلى المساحات البحرية والتلاعب فيها وفرض حصار خانق ومشدد على الصيدين والأخطر مما نتحدث هو منع إدخال معدات الصيد للصيدين نحن في الأيام الماضية كنا نقول بأن ما نسبة 97% من محركات الصيدين خارج نطاق الخدمة العمر افتراضي انتهى ولا توجد معدات صيد للصيدين الآن نستطيع الحديث بأن كل محركات مراكب الصيدين خارج نطاق الخدمة العمر الافتراضي انتهى بحاجة إلى صيانة يومية وللأسف لا توجد قطعة غيار واحدة بالأسواق مش محرك بالتالي هي استمرار العملية التدمير الممنهج والحصار البحري تحدثت إسرائيل قبل فترة وجيزة عن عمليات سماح بإدخال بعض المعدات المتعلقة بصيانة مراكب الصيدين داخل المحافظات الجنوبية هي فعليا تلاعبت بصياغة هذا الخبر من أجل تضييل الرأي العام الدولي وهذا ليس بالجديد على إسرائيل ما هي الطبيعة وحقيقة هذا الخبر وكيف إسرائيل تتعامل مع المعدات المتعلقة بالصياد الفلسطيني اليوم يعني ليس خافيا عليكم أو علينا عمليات الكذب والتضليل اللي بتمارسها سلطات الاحتلال الحربية خاصة في حال تعرضها لضغوط من المجتمع الدولي الاحتلال حينما يتحدث عن تقديم تسهيلات للصيادين مثلا في موضوع توسيع مساحة الصيد وأنه سمحوا للصيادين بالوصول إلى 15 ميل بحري أو توسيع مساحة الصيد إلى 15 ميل بحري بينما اتفاقية أوسل تقول وبشكل واضح إلى 20 ميل بحري وعلى امتداد الساحل الاحتلال قسم البحر إلى 5 أقسام 3 ميل ميل ونص 6 ميل 15 ميل إذن نحن أمام واقع على الأرض يختلف عن ما يتم ترويجه في وسائل الإعلام ثانيا الاحتلال خلال العام الحالي وعبر مؤسسات دولية كبيرة جدا تحدث بأنه قد أو أدخل معدات صيد للصيادين مثل مادة الفيبراغلاس التي تستخدم بتصنيع وصيانة السفن ومن خلال المتابعة بأنه خلال الأربعة شهور الماضية لم يدخل إجرام واحد من مادة الفيبراغلاس والكميات التي تم إدخالها لا تكفي لتصنيع قاربين بالتالي نحن أمام عملية كذب وتضليل مورسة حتى ما تم إدخاله يتعرض لشيء اسمه السيستم يعني على الصيادين أن يقدموا طلبات لوزارة الزراع ومن ثم تقدم تلك الطلبات للاحتلال والاحتلال يتحكم من يرسل له المادة ومن لا يرسل له المادة بالإضافة أن هناك عملية رقابة من جهات دولية على كل إجرام فيبراغلاس يتم العمل به الاحتلال تحدث فيما بعد عن تقديم أو إدخال معدات الصيادين أولاً كي نفهم وحتى المشاهد يفهم طبيعة البحر حدد قوة المحرك اللي بده يتم إدخاله وبالقوة 25 إحصان قوة المحرك 25 إحصان هي كانت بعام 1936 ونحن بعام 2023 كانت المراكب صغيرة اليوم المراكب كبيرة بالتالي المحركات التي يتحدثون عنها لا تسير المراكب الموجودة حالياً أيضاً في ظل عمليات الضغط والحاجة الملحة لوجود محركات جديدة قبلنا بإدخال محركات بقوة 25 إحصان بينما العالم يتحدث الآن عن محركات ما فوق المائتي حصان ونحن نتحدث عن 25 إحصان قبلنا إلا أن الاحتلال ماطل في هذا الموضوع وما تم إدخاله فقط 15 محرك وأيضاً وللأسف الشديد تلك المحركات أقيارها خربانة وتم إعادتها للمورد إذن نحن أمام عملية وأدعو الإخوة في وسائل الإعلام حينما يتم الحديث عن موضوع الصيادين وما يتحدث عنه الاحتلال المراجعة الدقيقة لتلك الكلمات حتى نفضح ما يتم ممارسته من كذب وتضليل على المجتمع المحلي ومن ثم المجتمع الدولي كجزء من التضليل في المجتمع الدولي والمجتمع المحلي الحديث عن 15 ميل من الجانب الإسرائيلي والسماح للصياد الفلسطيني ما الذي يعنيه 15 ميل؟ ما هي كميات الأسماك وأنواعها التي تحدد من خلال 15 ميل أو حتى أقل؟ إذن إسرائيل تحاول منع كميات محددة من الأسماك من الوصول إلى المجتمع الغزي وأيضا ليس فقط كميات إنما أنواع محددة تشتهر بها السواحل الفلسطينية من الأسماك اليوم تحرمنا إسرائيل من الوصول إلى الأسواق الفلسطينية وحتى تحرمنا من عمليات التصدير لأن الكميات التي تخرج من مراكب الصيادين الفلسطينيين هي غير كافية أيضا للإنتاج المحلي يعني كي نتحدث بشكل واضح وبلغة الأرقام احتياج قطاع غزة من الأسماك هو 20 ألف طن سنويا ما ينتج من البحر لا يتجاوز 3000 طن والأسماك التي يتم إنتاجها نصف 3000 طن هي أسماك صغيرة جدا أسماك بزرة السرينة الاحتلال بشكل عام أولا يعني هو يمارس انتهاكين جسيمات بنفس الوقت أولا يعتدي على الصيادين في أي منطقة داخل البحر وكثير من الأحيان يخرب شباكهم ويمنحهم من سحب الشباك الموضوع الآخر أو الشكل الثاني للجرائم هو ما زال يحاصر المنطقة الاقتصادية الخالصة الغنية بالأسماك أو ذات الطبيعة الجغرافية المختلفة التي هي تقريبا من مدينة الزهرة وحتى الحدود الشمالية مع فلسطين التاريخية وهي التي تزخر بكمية وفيرة من الأسماك وبأنواع مميزة يمكن فعليا أن تساعد في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني ودعم الصياد الفلسطيني هي كثيرة الانتهاكات الإسرائيلية التي يعاني منها الصياد على مدار 17 عاما وقد تحدثت فيها بكثير من التفاصيل أشكرك جزيل أشكر الأستاذ زكرية بكر مسؤول لجان الصيادين في المحافظات الجنوبية مشاهدينا الكرام بهذه الجولة الصباحية وبالحديث عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الصياد الفلسطيني في المحافظات الجنوبية ورغم المحاولات المستمرة والإصرار من المزارع الفلسطيني ومن الصياد الفلسطيني على الاستمرارية منذ ساعات الصباح الأولى والتي نشاهدها في منطقة حوض الميناء في محافظات قطاع غزة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الصباحية من ميناء غزة وهذه عودة إلى استديوهتنا في رمالة إليكم ضياء وإلهام شكرا جزيلا لكم ويسعد صباحكم أكيد